السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي تلاميذ الأعزاء اليوم سنشتغل على مكون التراكيب صفحة رقم 159 المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي إذن ألاحد وأكتشف إذن درس كان وأخواته إذن ألاحد وأكتشف أقرأ النص وأملأ الجدول كان الجو صافيا ثم انتشرت سحب كثيفة وأخذت أشجار الغابة تتميل بفعل الرياح أصبح الجو ملبدا بالغيوم ثم صارت السماء ممترة وضل المطر غزيرا إلى منتصف الليل إذن كاللاحد هنا عندنا في النص كلمات مكتوبة باللون الأحمر هذه الكلمات تسمى ب كان وأخواتها إذن كان ومن أخواتها هناك أصبح صار وضل وهناك يعني كلمات أخرى إذن هذه تسمى أخوات كان إذن نشوفوا هنا الجدول كان الجو صافيا كان أو إحدى أخواتها هي كان اسمها الجو خبرها صافيا إذن قلنا كان أو إحدى أخواتها هي كان والكلمة التي تلي كان فهو يعني يسمى اسمها الكلمة هذه تسمى اسم كان والكلمة الثانية تسمى خبرها إذن كما كنا نعرفه كان تدخل على الجملة الإسمية إذن الجو صافي فهي جملة إسمية ولكن عندما تدخل عليه أخوات كان ترفع المبتدأ يصبح مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر كنلاحظوا بأنه عنده الفتحة ويسمى خبرها إذن أصبح هنا في الجملة الموالية عندنا أصبح أصبح فهي من أخوات كان اسمها في هذه الجملة هنا هو الجو اسمها هو الجو مرفوع الجو خبرها ملبدا ملبدا أصبح الجو ملبدا الكلمة الثانية ظل المطر غزيرا إذن من أخوات كان هناك أيضا ظل المطر اسمها غزيرا خبرها تنصب الخبر ويسمى خبرها غزيرا ظل المطر غزيرا إذن مروا الاستنتاج تدخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية وجملة الإسمية قلنا تتكون من مبتدأ وخبر إذن من كالدخل ديكان أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية ترفع الأول اللي هو المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها ومن أخوات كان عندنا كان صار بات أصبح أضحى أمسى ظل ليس إذن هذه كان وأخواتها إذن هذه هي كان كان وهذه أخواته كان إذن قلنا كان فهي من النواسخ الفعليتي تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبره إذن مر الأطبق أستخرج بقية أخوات كان من النص وأحدد اسمها وخبره إذن في النص قد لنا يعني جملة تتضمن لنا يعني إحدى أخوات كان وهي صارت السماء ممطرة صارت صارت السماء ممطرة صارت السماء ممطرة إذن صارت صارت أو صارة هي الناص هي أخوات كان من أخوات كان وأحدد اسمها إذن السماء اسمها وممطرة خبرها ممطرة خبرها اسمها وخبرها إذن صارت السماء ممطرة إذن صارت أخوات كان السماء اسمها ممطرة ممطرة خبرها أكمل الجملتين بإسم لكان أو إحدى أخواتها مع الشكل إذن بات بات من أخوات كان منتظرا إذن هنا عندنا يعني خبرها كنلاحظوا بأنها منصوب إذن خصنا هنا خصنا اسمها مرفوع بات منتظرا إذن باتا شودي نديرو باتا المترشح باتا المترشح منتظرا إذن مترشح اسمها هو مرفوع صار صحوا صار الجو صحوا إذن الجو سيكون مرفوع صار الجو صحوا أتم بخبر مناسب مع الشكل كانت كانت الناقلة إذن كانت كان أخوات كان الناقلة اسمها وخبرها كانت الناقلة مسرعة خبرها منصوب أضحى الزائر سعيدا أضحى الزائر سعيدا إذن أركب جملا مع أخوات كان الآتية أصبح أصبح أصبحت 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 الأشجار مورقة أصبحت الأشجار مورقة صار صار تلميذ صار التلميذ مجدا ليس ليس الخبر حتى ليس من أخوات كان ليس الخبر يقينا ليس الخبر يقينا خبر منصوب والخبر اسمها مرفوع أصبحت أصبحت بهذا نكون قد نحسسنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء